اشتركوا في القناة نبدأ بالحلقة الاولى التي شهدت بعض الاختلافات وكذلك شهدت بعض الاضافات ونبدأ مع الاختلاف الاول الذي يتعلق بموزان فبعد نهاية حواره مع تابعه اكذا شاهدنا كيف انه حطم زجاج البالاكون الخاص بغرفته مما جعل والده بالتبني يصعد للغرفة بمعرفة سبب كل تلك الدرجة التي سمعها هذا الحدث كان اضافة من الاستوديو فقط بانه ان توجهنا الى المانجا فسنجد هناك بانه فورا انامر موزان اكذا بالرحيل تم اظهار البالاكون فقط اما بالنسبة للكعكل التي كانت تعدها كانزاكي قبل اياتي زنيتسو ليسرقها واضعا مكانها كعكات مزيفة كانت كلها كذلك اضافات من الاستوديو لم تتواجد بالمانجا اما بالنسبة للنطح التي قام بها تانجيرو لوالد رينجوكو شينجورو كان هناك اختلاف بسيط بها اثناء السقوط ففي الانيمي وقع تانجيرو بجانبه ارضا بينما في المانجا وقع عليه ويبقى اختلاف عادي طبعا الى اني احبب ذكره لكم بالنسبة لحديث زنيتسو معينوسكي عن مطاردة هاجانيزو كالي تانجيرو طوال الليل مع اظهار كيف سعدته كانزاكي كلها كانت اضافية فقط ولم تتواجد بالمانجا ما عدى الجزء الاول من المطاردة والذي كان متواجد ولم يكن به اي اختلاف اما المهمة التي قام بها تانجيرو في الشمال الغربي وقتاله للشيطان صاحب الاضرع مع اخته نيزيكو كلها كانت احداث ثم اضافتها ايضا ولم تتواجد بالمانجا لان ما ظهر كان فقط عودة تانجيرو من المهمة وهو متعب ليتفاجأ بان هاشر الصوت زوي متوجه الى مهمة اخذ معه فيها كل من كانزاكي والفتيات الاخريات بالنسبة للحلقة الثانية فقد شاهدت كذلك بعض الاختلافات والاضافات ونبدأ مع اولها والذي يتعلق بخطاب ازوي الموجه لكل من الثلاثي طانجيرو زينيتسو وينوسكي في المانجا طبعا كان يتواجد هذا الخطاب وتم اقتباسه كما هو بدون اي تغيير الا انه كانت هناك بعض الاضافات من الاستوديو منها اظهار تعبير الثلاثي عند وصفهم بالقمامة او التحول لكلاب او القردة وما شابها ذلك وكلها كما قلت كانت اضافات تبقى جيدة اما بالنسبة للمشاهد التي ظهرت في بداية دخولهم لمنطقة ترفيه وهم على العربة وردت فعل نوسكي تجاه الناس حينها مع ردت فعل زينيتسو عند مشاهدته للفتيات او حتى عند تلقيه لكمة من ازوي كلها كانت اضافات فقط ولم تتواجد ايضا بالمانجا عند دخولهم لمنزل الاستيريا بسماع خطة زوي ما سيقومون به في هذه المهمة لم يتم في الانيمي شرح حقيقة هذا المنزل الذي كانت هناك بعض المعلومات عنه في المانجا والتي تخبرنا على ان الاشخاص المتواجدون به هم اشخاص يساعدون صياد الاوني فقط ويرحبون به في كل مرة يأتون بدون اي مقابل وهو ما لم يتم تفسيره في الانيمي مع عدم اظهار مشهد املاء زويل طلباته عليهم واخيرا كان هناك اختلاف بسيط للذكره يتعلق بانوسكي عند بداية بحثه عن ماكيو في منزلو جيموتو واتحدث عن هذا المشهد حيث كان انوسكي فيه يحمل بين يديه صحبه طعام بينما في المانجا كان الامر عكس ذلك ولم يكن يحمل معه اي شيء بالنسبة للحلقة الثالثة فقد شهدت اضافة واحدة تتعلق بزينيتسو اثناء استيقاظه بعد ان فقد الوعي اثر الضربة التي تلقها من داكي فحديثه مع الفتيات الخادمات وصولا الى الاشريطة الخاصة بداكي والتي ظهرت في اخر الحلقة وقامت باختطافه كلها كانت احداث اضافية لم تظهر في المانجا اما بالنسبة للحلقة الرابعة فقد شهدت اختلاف بسيط لتعلق بالفئران التي ظهرت وهي تحمل سيوف اينوسكي في الانمي ذاكر اينوسكي عند مشاهدته للفئران قائلا بان لذلك الرجل مهارات مجنونة وكان يقصد بها اوزوي تينغان وهذا ما لم يتم توضيحه في الانمي لكي نعلم بان الفئران هي لأوزوي وليست لأينوسكي انه في المانجا تم ذكر بان هذه الفئران تدعى بالشي نحوش وبانها فئران خاض تدريبات خاصة ولديها ذكى عالي جدا وقوة جسدية كافية لرفع سيوف بمفردها وهي معلومات تجوزها الستوديو واردت نذكرها هنا لان الاغلاء منكم كان يعتقد بانها في ايران خاصة بانوسكي بينما هي خاصة بازوي تينغان اما بالنسبة للحلقة السادسة فقد شاهدت اضافة واحدة تتعلق بازوي تينغان وهي في مشهد خروج من الحفرة بعد انقاذه لزوجته وحمل لكل من زينيتسو وانوسكي متواجهين نحو داكي ان المشهد هذا كان اضافة فقط ولم يتواجد بالمانجا اما بالنسبة للحلقة السابعة فقد شاهدت اختلاف واحد مع بعض اضافات ونبدأ طبعا مع الاختلاف والذي يتعلق بازوي كذلك اثناء هجومه على جيوتارو عند اول ظهور له وفي المانجا قام ازوي باستخدام يد واحدة اثناء الهجوم مستفيدا من السلسلة التي تربط بين صواطره بينما في الانمي قام بالهجوم باستخدام كلتا يديه وبتحريك بطيء اقل ما يقال عنه خرافي بمعنى الكلمة اما بالنسبة للاضافة الاولى فيتتعلق بتدخل ازوي السريع لدى القمر السادس داكي وفي المانجا عندما كانت تانجيرو محترم بين افلت نيزوكو او الاستمرار في امسكها ظهر ازوي مباشرة امامه بدون ان يتم اظهار تدخله السريع والذي تم اضافته في الانمي وكانت اضافة موفقة للغاية اما الاضافة الثانية فيتتعلق بالزعاج انوسكي من فقدانه لاثر ازوي تينغن الى ان حدد زينيسو مكانه وفي المانجا لم يتم اظهار ما كان يقومان به وهم في طريقهم نحو ارض المعركة مما يجعلها اضافة جيدة للغاية ويجرته لقبر عائلته مع زوجته فكل ما قاله هناك ان عائلته والمجلس الذي كان مع زوجته والحديث الذي ضار بينهم هم يأكلون الطعام كانت اضافات فقط ولم تتواجد بالمانجا مع كذلك مشهد انتقال تانجيرو للبحث عن اوزوي والذي كان قد وقع على الارض بسبب الاصابات الخطيرة التي تلقاها بالنسبة للحلقة العاشرة فقد شهدت اختلاف بسيط يتعلق بتدخل اوزوي لانقاد تانجيرو والاختلاف وقع بالتحديد اثناء الاستضام الذي حدث بين الساتور والمنجل ففي المانجا كانت تظهر بشكل واضح اثر صدمة قوية بين السلاحين بينما في الانمي تم تبطيء المشهد مما لم يخدم ظهوره كذلك كان هناك اختلاف يخص حزم جيوتارو المتواجد على يده والذي لم يكن يتواجد في المانجا لكنه يبقى اختلاف بسيط لا يؤثر اما بالنسبة لحلقة الحادية عشر والاخرة فقد شهدت ثلاثة اضافات ونبدأ باولها والذي يتعلق بتدخل نيزوك لانقاد الجميع من الهجم الاخير لجيوتارو عند انفصال رأسه عن جسده فظهر صندوق نيزوك وخروجها منه مطلقة لفنها الدموي المضد للشياطين كلها كانت مشاهدة ضافية من الاستوديو ولم تتواجد في المانجا الطعام الذي كان يحمله جيوتارو معه وهو عائد للمنزل قبل ان يجد جسد اخته محترق بالكامل في حفرة كان اضافة ايضا واخيرا اللحظة تعودت ازوي مع زوجتي وهنا يحملناه مع احتضان تنجيرو لاخته ورفاقي وهم فرحون بانتصارهم كلها كانت اضافات كذلك ولم تتواجد في المانجا هذه كانت اهم الاختلافات مع الاضافات التي تتعلق بالموسم الثاني من انميقات الشياطين هناك العديد من الاختلافات الاخرى والتي لم اقوم بذكرها لان اختلافات بسيطة ولا تستحق اتمنى ان المقطع نلع احجابكم لا تنسوا اللايك والنشر مع الاشتراك كنا معكم محمد الى اللقاء